السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض الجزء الثاني من أسئلة الجيناتكس شابتر 1 مثل حضرتك كل الحاجات ديت هتوضح ان الكروموزوم شايل الجينز ما عادة طبعا احنا كده كده عارفين ان الكروموزوم شايل الجينات بتاعت الانسان تمام والكروموزوم العدادة 46 صح وموجودة في خلايا التكاثر في الساكس سال خلايا التكاثر لها السفر وقلوهم 23 صح وعدادها سابت تمام ما فيش مشكلة خالص ازا اول تلات معلومات صح ان عدد الكروموزوم 46 موجودة في خلايا التكاثر 23 بس وعدادها بيفضل سابت يعني كل من قدمين عندهم 46 كروموزوم صح ازا تلات جمل صح الجملة الوحيدة الغلط هي الاخيرة طب لا يا دكتور الجملة الاخيرة غلط لان عدد الكروموزوم مش متطابق في كل الخلايا مش كل الخلايا فيها 46 لأ خلايا الجسم هي 46 انما من الوحيدة مش 46 يبقى الجملة الاخيرة هي اللي ايه هي اللي غلط طيب السؤال التامن بيقول له حضرتك ده في فكرة لطيفة قوي احنا طبعا نتفقين على معلومة ان خلايا الانسان فيها 46 كروموزوم هو بيقول لي نوت بيوضحه ايه بيوضحه وعينة دم وعينة من السائل المنوي اللي هو السائل بتاع التكاصر اللي فيه طيب تعال نشوف مع بعض كده عايز عدد الكروموزومز الكامل كان طيب نتفق مع بعض على حاجة دول السبرمات اللي سابه السمكة المفروض كل سبيرم من دول فيه 23 كروموزوم فحضرتك هتبدأ تعد كل واحد من دول فيه 23 شوف طبعا عندك كم سبيرم هتلاقيهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تسعة عشرة تقريبا عشرة كل واحد فيه 23 كروموزوم يعني عندك هنا هوت 230 طب بالنسبة بقى لديت هتبدأ تدور على الخلايا اللي جوها الخلايا اللي جوها حاجة سودة تمام يعني تستمع عن الخلايا الفاضية خلايا الفاضية دي ما فياش كروموزومز اصلا هي الخلايا البيضة دي ما فياش كروموزومز فتبدأ تشوف عندك كم خلية هنا هوت بس خلي بالك ان الخلايا ديت خلي بالك ان الخلايا ديت اللي دعا بشار عليها. دي مش دي مش فيها تلاتة وعشرين. دي فيها ستة واربعين. ليه? لان دي خلاية من الجسم الانسان عادية. انما دول اللي سبيرم دول هما اللي فيهم تلاتة وعشرين. نبدأ تجمع دول. مع دول. ويطلع لحضرتك ربعمية واربعة عشر. فكرة السؤال على ايه? فكرة السؤال ان كل خلاية فيها ستة واربعين كروموزوم. مع عدا مين? مع عدا اللي احنا بنحرك عليه الدوائر دلوقتي ده. فيه كام? فيه تلاتة وعشرين بس. طيب. نجي السؤال اللي بعدين. ونشوف بيسأل على ايه? بقول له حضرتك ايه? ان يكلس باعت السوماتيك سل يعني يا مصر سوماتيك سل. خلية من جسم الانسان. اني خلية اي خلية اللي هو الستة واربعين كروموزوم. والجميط مصر يعني كلمة جميط خلية تكاصر. بس الخلية التكاصر ديت لهي فيها كام فيها تلاتة وعشرين كروموزوم. طيب. سواء السوماتيك سل او الجميط فيها كل الحاجات دي مع عدا. طيب. نتفق مع بعض ونشوف. هل? خلية سوماتيك سل فيها ستة واربعين دي ايه? صح. والجميط فيها تلاتة وعشرين. صح? الجملة دي مصبوطة. البعدها. هل ستة واربعين كروموزوم وتلاتة وعشرين? ايه فاندم احنا كاتبناه ستة واربعين وتلاتة وعشرين. طب هل عندنا هنا اتنين سكس كروموزوم يعني في 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 اتنين كروموزوم للسكس او اكس او اكس واي. وفي اتنين وعشرين اوتو سوم هنا في الجميط ايه صح. لانه في الجميط بتبقى مثلا او او يعني في اتنين وعشرين اوتو سوم. ازا التلات معلومات دول صح. المعلومة الغلط بتاعتي هي اخر واحدة. لان هل هل الخلال اولى فيها ستة واربعين اوتو سوم? لا هي مش اوتو سوم. بس ستة واربعين كروموزوم على بعض. خلاص? يبقى دية الايه? دية الغلط. طيب سؤال العاشر بيقول له حضرتك الريشيو مابين. ريشيو مابين ايه? ريشيو مابين. عدد السكس كروموزوم اللي هي الاكس? في عضلة ولد. طيب الولد ايه? اربعة واربعين زايد اكس واي. يعني عنده اكس واحدة بس. نكتب كده رقم واحد. اكس دراعة ستة هو في فرق او في فرق ايه? اصل ستة عندها ايه? اصلا عندها زايد اكس اكس. يعني عندها اتنين اكس. يبقى الريشيو هتبقى كام? الريشيو بتاعتك هتبقى واحد لاتنين. دي عندها اكس واحدة. الاولين عنده اكس واحدة والتاني عندها اكس تان. طيب سؤالي لبعض كده هو سؤال رقم حداشر. تعال نشوف مع بعضك الرسمة برضو فيها فكرة لطيفة جدا. ايه هي? في الرسمة هنا هوت هتلاقي في السل رقم واحد الكروموزومز مش كل واحد لوحد. لأ هتلاقي كل اتنين مسكين مع بعض. ومعنى ان هما اتنينات 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 ان دي كده هوت خلية مستر يعني ايه تو ان? يعني فيها ستة عبرين كروموزوم. يعني دي خلية من جسم الانسان كاملة فيها الصفات كلها. انما خلية تو فيها الكروموزومات سنجل. ومعنى ان هما سنجل ان دا كده فيها نص الصفات. يبقى دي فيها تلاتة وعشرين كروموزوم بس. ومعنى ان فيها تلاتة وعشرين كروموزوم بس. ها ان هي نص الصفات. ان دي كده ايه? ان دي كده جميت اللي هي السبيرما والقوفا. يبقى ها بيقول لها داك الواضح هنا ايه? الواضح طبعا ان داية تمثل سوماتيك سل ليه? الاولى يعني خلية من الجسم والتانية خلية آآ بتاع التكاثر اللي هي اسمها الجميت او طيب سؤال اتناشر بيقول له حضرتك لو الحروف بتاعت الدين ايه? اه اللي بيتمثل جين معين يعني عندي مشكلة في الجين خلاص الجين اتغير طبعا الجين لما يتغير ايه اللي هيحصل هو بيقول لك كل دا هيحصل مع عادة واحدة مش هتحصل طيب لما الجين يتغير البروتينات اللي فالجسم هتتغير ايوة لان الجين هو اللي بينتج البروتيان. تمام؟ الصف حتتغير صح. الرمز بتاع الجين هيتغير. ايوة. هل كل الصفات هتتغير؟ هل كل هي كلمة هنا اللي هيتيوذيك في ده انا اختارت داية ليه؟ جملة دي غلط ليه? لانهو ما لكش الصفة لك الصفات كلها تتغير لأ، الصفة الجين اللي باز الصفة بتاعتها هتبوز انما مش كل الجينات هات ايه؟ او مش كل الصفات هتبوز. لازم يجبع نكمل في الجزء البعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته